قامت صباح اليوم شبكة البرلمانيين من أجل التنمية السكانية برفقة برلمان الأطفال بزيارة استطلاعية إلى مقر الإدارة الفرعية لحماية القاصرين بحي سبنجلي كان ذلك بحضور ممس منظمة المتحدة للطفولة ورئيش شبكة البرلمانيين عيسى مردو كما عقدت الشبكة لقاءً مع الصحفيين للحديث عن حقوق الأطفال في شات وأوضائهم الاجتماعية تقرير هارون أباهدا إن حماية القاصرين هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشركاء والأسر وفي هذا الإطار اجتاحت الحكومة الكادية مرحلة وساء منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالهمة وللاطلاع على الجهود التي بذلتها حكومة البلاد من الناحية الأمنية جاءت هذه الزيارة التي قام بها برلمان الأطفال بمبادرة من شبكة البرلمانيين من أجل التنمية السكانية إلى مقر الإدارة الفرعية لحماية القاصرين والعنف الممارس ضد الأطفال وقبيل الزيارة الاستطلاعية رحب مدير إدارة حماية القاصرين بالإدارة العامة لشرطة الوطنية المفوض عيسى ساسونجيسو الذي قال إن عين الشرطة ساهرة من أجل الشعب وإن مسألة حماية الأطفال مدرجة في قمة أولويات الحكومة وخاصة الرئيس الجمهوري إدريس ديبيتنو وقد أكد بأنهم على استعداد للتدخل في كل القضايا التي يعاني منها القاصرين قانونيا واجتماعيا وعقب ذلك رافق الحضور لزيارة مختلف الوحدات الإدارية والخلايا والأقسام الخدمية التابعة للإدارة الفرعية لحماية القاصرين ومعرفة النشاط الذي يقوم به طاقم هذه الإدارة وبعد الزيارة عقدت جلسة للنقاش مع الصحفيين حيث طالب رئيس برلمان الأطفال احترام كافة المعاهدات التي وقعت عليها الشات وضرورة تحريك الإجراءات المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والقضائية من خلال بسط العدالة من جانبه رئيس شبكة البرلمانين من أجل التنمية السكانية النائب عيسى ماردو فقد أوضح أن هذه الزيارة سمحت للشبكة بالتعرف عن قرب على التدابير التي اتخذت الحكومة لحماية القاصرين وهذا يترجم الرغبة السياسية القوية لتطبيق كافة النصوص القانونية الخاصة بحقوق الأطفال رغم قلة الإمكانات وأشاد بقرار رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس دبيتنو لمنع زواج الأطفال